بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل معكم محاضرات مساق إدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية توقفنا في المحاضرة السابقة عند مفهوم أو تعريف الـ E-Marketplace وهو ما يعرف بالسوق الإلكتروني على الإنترنت واللي من خلاله بيقوم كل من الباعة والمشترين بتبادل البضائع وتبادل الخدمات والمعلومات فهو كالسوق لكن إلكتروني هذا السوق طبعا قلنا ونستخدم في هذه الأعمال ممكن نستخدم نوعين من الشبكات في عنا شبكة اللي هي الإنترنت واللي هي هذه الشبكات اللي هي شبكات داخلية لمؤسسة لحكومة تستخدم موضوع اللي هو الإنترنت والمستعرضات والبروتوكولات في عملها على في موضوع السوق الإلكتروني لأنه أنت زي ما حكينا أنه إحنا تجارة الإلكترونية لازم يكون لها إنفراستركشر إيش مقصود إنفراستركشر اللي هي البنية التحتية اللي أنت لازم تطلع فيها فاليوم إذا في شركات زي الأمازون وغيرها أنتم من الشركات اللي بنسمع فيها إيه لحالها هذه الشبكات أو إيه لها هي لحالها اللي هي المكان اللي بتنشر فيه البضائع تبعتها الإكسترانيت هذي اللي هي عبارة عن الشبكة اللي بتكون أكبر أو اللي هي بتكون عملية بتعمل عملية توصيل لمجموعة من الإنترانيت فمسلا يكون فيه عندنا إنترانيت لشركة وإنترانيت لشركة تانية فمن خلال التوصيل بينهم هذي فهذي بيسموها الإكسترانيت هذا المرة الماضية وتوقفنا عنده في المحاضرة اليوم إن شاء الله نتكلم عن اللي هو التصنيف أو التصنيف للتجارة الإلكترونية أو أنواع التجارة الإلكترونية classification لا اللي هو للتجارة الإلكترونية الموجودة أو اللي هو إحنا نقدر نقول عنه يعني كيف أنت بدك تصنيف الشركة هذي عايش إيش نوع تصنيفها أو إيش شغلها طبعا هذا التصنيف هو بيعتمد على ما يعرف بال اللي هو أو يعني إحنا كيف من تم عملية التصنيف للشركات هذي من خلال طبيعة هاي هو عندك بقولك من خلال طبيعة اللي هو الترانس والعلاقات اللي موجودة بين هذول يعني اليوم أنت بناء على الترانس ايش المقصود بالترانس المقصود بالترانس اللي هي العمليات اللي بتتم اللي موجودة بين الشركات وهي عبارة عن عمليات يعني مثلا على سبيل المثال اليوم أنت في بيع فيه شراء فيه استلام وتسليم اليوم اللي بيبيع وبشتري إله فيه استلام وفيه تسليم الآن طبيعة هذا الاستلام والتسليم إيش طبيعته كيف بين مين ومين فعلى أساس هذا الكلام أنت بتتم عملية اللي هو التصنيف وبالتالي أنت اليوم من أول أو أشهر اللي هو التصنيفات اللي موجودة عنا هنا اللي هو البي تو بي البي تو بي اللي هو بتتم عملية اللي بيكون طرفين اللي هو البزنس هاي زي ما أنت شايف اختصار البزنس تو بزنس يعني بدهم يكونوا اللي بيشتغلوا في التجارة هادي أو الموديل إحنا ممكن نسميه أيضا موديل في عنا إنت ممكن نسميه يا موديل تمام فالي كوميرس للموديل هذا بيكون في اللي هو الطرفين أو بيكون بين اللي هو الشركات بيكون بين شركات يعني بين شركة وشركة أخرى تمام إذن البزنس الأول أو اللي هو الموديل الأول من التجارة الإلكترونية اللي هو بي تو بي أو البزنس تو بزنس بمعنى إنه بيكون إذا كنت بائع مشتري أو مشتري بائع زي ما بدك فبيكون بين الشركات هذه أو هذه العمليات أو هذه عشان نكون واضحين لأنه ممكن ما تكونش في عمليات ممكن يكون في علاقات بين الشركات هذه لأنه التجارة الإلكترونية زي ما قلنا إحنا مش بس بيع صلع لا ممكن خدمات ممكن معلومات هاد التجارة الإلكترونية بتشمل كل إشي تمام طيب الموديل التاني أو النوع التاني اللي هو البيتو كاستم إيش يعني إيش الموضوع الموديل هذا اللي هو فيه عندك بيكون شركة لأشخاص شركة لأشخاص لزبائن من شركة لزبائن أحد الأمثلة اللي موجودة على البيتو كاستم اللي هما بائعين اللي هو التجزئة بائعين التجزئة إيش هدوا لبائعين التجزئة اللي هما بيقوموا بعملية أو لبيع التجزئة من خلال اللي هو أو مثال هما على البزنس تو كاستم طبعا سواء البيتو بي أو البيتو سي هدولا أو البيع بالتجزئة حنكون فيه لكل واحدة من هذي الموديل شابتر حننفصل فيه أكثر من ذهر بس الآن إحنا بدنا نعرف الموديل أو أنواع اللي هو التجارة أو الإي كوميرس اللي موجودة عنا تمام لو بدنا نشوف بالديجرام هذا على السريع إيش الفريق بين اللي هو البيتو بي والبيتو سي زي ما انت شايف هذا البوكس بيحتوي على مجموعة من الشركات الآن الشركات داخليا فيه عندي أنا الرو ماتيريال بهانا فيه عندي أنا كونكريت وفيه عندي حصمة ورمل وما بعرف شو بورد لمين لشركات البناء والبناء اللي بتبني البناء إذن التعامل الآن بين الشركات هذي داخليا هذي تسمى بي تو بي أو بيزنس تو بيزنس إما إذا كان في عندك اليوم الكاستم بدو يشتغل فمثلا على سبيل المثال إنت اليوم الويل ستارز هذولا بدو ييجي يتعامل مع أي شركة من هذول الشركات فإذا كان التعامل مع كاستم مع زبون ومع الشركة فهذا بيسمى اللي هو البزنس تو كاستم تمام طبعا طبعا لو لاحظتم أنا بحكي كاستم وهم هنا بيختصروا عليه كونزيومر طبعا ممكن يكون أنت لو بدك ترجم حرفيا كونزيومر هو المستهلك لكن لما نطلق عليه كاستم ممكن يكون أعلى من كونزيومر ليش؟ لأنه الكاستم أو الزبون ممكن هو ما يكون هو المستهلك لهذا البضاعة أو لهذا السلعة وإنما يكون هو بائع فأنت فأنت يعني 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 ممكن تقول كاستم أو كونزيومر حسب هما المصطلح اللي احنا مارر معنا ما فيه حيكون فيه عندنا مشكلة في هذا التصنيف طيب النوع الثالث واللي هو هذا النوع تقريبا الكتاب النسخة الحديثة منه واللي احنا معانا موجودة اللي هي الـ 2018 مزاكر هذا النوع لكن هذا موجود في النسخ القديمة يبدو انه يعني انا من بعتقد انهم هما هذا صار من لحاله أو يعني صار ضمنيا موجود من خلال اللي هو البي تو بي أو البي تو سي لاحظوا انه هذا النوع من البزنس انه بدو يكون فيه عندك انت شركتين الشركة الاولى بتشتري من الشركة الثانية والشركة الثانية بتروح لمين للكونسيومر او الكاستوم زي ما بدك لكن احنا لو اجينا يعني ممكن هذا هو هذا المفهوم انه انت الشركة الاولى بتتعامل مع الشركة الثانية والشركة الثانية بتعامل معها الكنسيومر مباشرة فهذا المودي بسموه الـ اللي هو الـ واللي هو زي ما حكيت لك انه هذا يعني زي ما حكينا انه في عنا تحديث للتجارة الالكترونية وكل يوم في عنا موديل جديدة في التجارة الالكترونية. طيب اللي هو لالبيزنس بس انا هنا يعني اه حابب اه اوضح شغلة واللي هي اه يعني الان انت منحكي مثلا اه بزنس تو بزنس طيب مثال عليها ايش فيه ممكن احنا يعني اه بزنس تو بزنس الشركات اللي بتشتغل زي ما تقول شو قلتلك الرو ماتيريال شركات اللي مسلا اليوم اللي بتشتغل بالحديد وبتصنع الحديد اليوم مسلا بتورد لشركات اللي هي بتصنع السيارات اه مثلا طيب البزنس تو كنسيومر اليوم البزنس شركات زي مثلا مكتبة امازون اليوم بتبيع لمين للزبون صحي ولا لا طيب الان اللي عنا هنا اللي هو الكاستم تو بزنس اللي هو الموديل هذا اللي انت الكاستم لا بينه وبين مين وبين الشركات تمام يعني بتتم التعامل بين من اللي هو الكونسيومر للشركات عكس اللي هو اللي كنا تقول مجول بزنس تو كاستم الان لا الزبون هو اللي بتعامل او يعني هو اللي بكون الطرف الاول في هذا الموضوع طبعا هذا اللي هو السي تو بي يعني ممكن انت تتصوروا بشكل يعني كيف حتكون انت كاستم تو بزنس اليوم انت بتعرف فيه اشخاص كتير ممكن اه يعني يقوموا بعمليات او يقوموا بتصنيع الشغلات وهم ما بيعوها لشركات وبالتالي مثلا وبصيروا يعرضوا على الشركات منتجاتهم والشركات بتشتري منهم هذي المنتجات وبهي بتصير تسوقها حسب اللي هو يعني حسب السوق اللي هي بتتعامل معه فاحنا مثلا على مستوانا يعني لو ده كتيجي اليوم فيه كتيرش اشخاص مثلا بيقوموا بعمليات اه مثلا صناعة اه مثلا ملابس او غيرها وبتم عرضها على اه يعني على شركات اه ومركات عالمية وهم بصيروا يعرضوها كأنه منهم هذا اللي هو اه البرودكت طيب اه في عندنا هنا الانترا بزنس اي كوميرس ايش الموديل هذا هذا الانترا بزنس اي كوميرس بيكون يعني التجارة او الاي كوميرس بيكون داخليا في داخل اه الشركة بحيث انه بتتم عمليات اللي هو اه اه او يعني هاي all internal organization activities that involve exchange اللي هو يعني بتكون في نفس الشركة داخليا طيب انت كيف يعني بنفس الشركة داخليا انت بتعرف في احنا في شركات كبيرة عالميا بتكونش هي عبارة عن شركة صغيرة زي اللي احنا بنفهمها لا بتكون عبارة عن وحدات كبيرة هذه الوحدات حتى داخليا ممكن يكون بينها بزنس طيب كيف هي شركة واحدة طبعا شركات انت اليوم في شركة ضخمة لكن من اجزائها او داخليا هي موزع على اشخاص او موزع على بزنس داخلي وبالتالي هذا ما يعرف اه يعني انت اليوم على سبيل المثالة اليوم انت اه لو يعني تشبيه لك بسيط في عندك مولات كبيرة عندك في البلد اليوم نفس المولات هادي هي مقسمة لشركات اخرى فاليوم انت اذا بدك تكون في تعامل بين الشركات هادي للمؤسسة واحدة فهادي بيعتبر او ما يعطف بالانترا بزنس كوميرس هذا ايضا من احد الموديل اللي موجودة ايضا في التجارة الالكترونية اليوم انت ممكن ايضا الشركة او المؤسسة تعمل او تقوم بي كوميرس لموظفينها ولا اللي هما بيشتغلوا معها وعلى سبيل المثال مثلا اليوم في شركات بتقولك انا بدي اقدم لموظفيني واستفيد منهم يعني اليوم مثلا بيقولهم انا على سبيل المثال انا بدي ابيعكم من عندي من من بقولكم خاصم معين فهذا ايضا بندرج تحت اللي هو البزنس طبعا انت التفاصيل هادي او المصطلحات هادي هتلاقيها وحتوجدها في اكثر من نوع من انواع اللي هو البزنس طبعا في عنا ايضا اللي هو كاستم تو كاستم كيف كاستم تو كاستم اليوم انت على سبيل المثال ومن اشهرها ومن اشهر هادي اللي هي النوع من انواع زي ما حنشوف في في الشباتر الاخرى اللي هو الاي بي او اللي هو كذلك موضوع اه الاي بي شركة الاي بي طبعا هو مين مر عليه الاي بي اكيد مر على بعضكو الاي بي هو عبارة عن موقع بيجي الكاستم بيعرض عليه بيعرض منتجاته على هادا الموقع الموقع هادا بيجي كاستم اخر وبروح ايش بيعمل وبشتري هادا اللي هو المنتج الان موقع الاي بي هادا اه يعني ما له يعني هو بس وسيط بحفظ حق اللي هو المشتري وبحفظ حق المبيع وبكون له نسبة زي بعن تشبيها ان هو زي مواقع الفري لانسنج اليوم اللي احنا بنشتغل فيها ان اليوم مثلا زي الاب وورك والشركات والفري لانسنج والغير هادا من الشركات او الفايفر وغيرها من الشركات فاليوم انت بتقدم سلعتك او بتشتغل سلعتك وهو وسيط بكون طب وسيط كيف بحفظ حق اللي هو البائع وبحفظ ايضا حق المشتري من ها حيث عدم اللي هو التحايل عليه عدم اللي هو وذلك من خلال يداع مبلغ من المال من جهة المشتري وضمان وصول اللي هو من جهة البائع وبالتالي اللي هو بيكون وسيط بين اللي هو هذي النوعين ايضا في عنا ما يعرف او بموديل اللي هو الكولوبوريتف كوميرس ايش المقصود بالاو السي كوميرس هذا النوع من انواع اللي هو التجارة او اللي هو بيقوم فيه اه يعني اشخاص او بيقوم فيه مجموعات وبتم من خلال الاونلاين بينهم هذا العمل على سبيل المثال لو انت اليوم اه في عنا سوفتوير اه يعني يعني بدنا نقوم فيه فاليوم على سبيل المثال ممكن انت تكون في عندك اكثر من شركة يقوموا بنفس هذا السوفتوير او مسلا على سبيل المثال انت اليوم بدك تعمل ديزاين لا البرودكت او للشغل او للشركة تبعتك فاليوم انت بتقوم بتطلب من اكثر من شركة وهذول الشركات بكونوا في بصير عملية يعني تعاون بينهم تشارك الخبرات تشارك يعني اللي عندهم من الخبراء وغيرها وبالتالي طبعا بكونوا طبعا عملية اونلاين لانو احنا بنحكي عن تجارة الالكترونية فهذا ما يعرف بالايش بالتعاونة او اللي هو التجارة التعاونية او الالكترو اه اللي هو الكولوبراتيف اه اي كوميرس النوع الاخر اللي هو ايضا اي جوفرمنت والي هو مقصود في هذا الموديل انه الحكومات او الحكومات او اللي بتقدم اه خدمات لا اللي هو اه يعني سواء هي بتقدم الحكومة بتقدم خدمات ومن خلال هذه الخدمات الالكترونية بتم اللي هو عملية يعني الاي كوميرس اللي موجودة عنا طبعا اه طبعا هذا ممكن تكون طبعا ممكن اللي هو هذه الخدمات ممكن تكون لشركات او حتى ممكن تكون لمين لا للسكان نفسهم يعني الحكومة بتقدم خدمات ممكن الخدمات هذه اللي بتقدمها الحكومة كا اه اي كوميرس او اي اي جوفرمنت اي كوميرس اه يعني ممكن يستخدمها او او يتعامل معاها شركات او اشخاص كمواطنين اه يعني اه عاديين تمام طيب الان هدولة اللي هي الاي جوفرمنت في منها عنا نوعين في منها اللي هو هذا يطلق عليه اللي هو اه الالجي ولي هو انه او كونسيومر واللي هو مسلا على سبيل المثال اه يعني مسلا اه كيف مسلا في عندك انت مين يجيب لنا مثال ايش في مسلا عندك او كونسيومر ايش في مسلا عندك او كونسيومر اللي هو تجديد الرخصات القيادة اليوم او تجديد رخصة القيادة اليوم الحكومة عاملة اه نظام الكتروني من خلال هذا النظام الالكتروني انت بتروح بتجدد اللي هي الرخصة اللي موجودة عندك وبتدفع انت الكترونيا وبدون اي تصل لاجهة حكومية موجودة عندك طبعا هذا الكلام الحكومة اذا الان الحكومة قدمت لمن للكونزيومر او للكاستم الموجودة عندك. طيب الان لما نكون في عندك اللي هو اه اللي هو البزنس ايش ممكن هنا نسميه هده اللي هو ايضا بندرج احنا نقولنا اور طبعا ممكن نكون الشركة نفسها. فمسلا على سبيل المثال اه تجديد اللي هو مسلا دفع الرسوم اه دفع الضرائب دفع كل هذي ممكن ايضا الكترونيا من خلال الحكومة تقوم فيها كصورة من صور اللي هو الان في عنا موضوع مهم جدا والان هو يعني ما خد يعني اه حيز كبير من السوق وهذا ما كانش موجود في الكتب القديمة الان موجود في في الكتاب الجديد اللي انا اخترت لكم اياه حتى احنا نكون مواكبين لافضل اه تقنيات وافضل علوم اه يعني موجودة اليوم اللي هو لدروب شبنج لدروب شبنج واللي هو بشتغل في ناس اليوم كتير طبعا حنشوفه بالتفصيل في شبتر ثلاثة ايش بتم هادا العملية اليوم بتم عملية انه بكون في واحد اه البائع بيعرض اه مبيعات بيجي اللي هو طبعا بيكونش عنده المبيعات بيكون رايح هو عامل متجر الكتروني هذا المتجر بيعرض فيه سلع طبعا هو السلع من وين بيروح بيجيبها وبيجيب تفاصيلها بيكون هو مثلا فاتح مثلا اه اللي هو المتاجر الكبيرة زي علي بابا والمتاجر الامازون وغيرها من المتاجر واللي من خلالها هو بيعرف تفاصيل كل سلعة وبيجي هو بفتح بيعمل عنده متجر بيعرض هادي السلع كأنه هو ببيحها اليوم اذا اجي الزبون بيشتري منه هادي السلعة والان هو ما عليه الا بروح بيعطي تفاصيل الزبون للشركة اللي هي بتبيع اللي هي اصليا بتبيع طبعا هو بيكون مثلا عارف انه مثلا هي اه مثلا تلبع مثلا بعشرة وهو بروح بيطلب مثلا عشرين وبتكون هادي الربح الزائد اله له لهذا البائع وبالتالي وطبعا كيف بتتم عملية التوصيل للزبون هادي من خلال انه هو هادي اللي بيعمل بيزود الشركة الاصلية بتفاصيل وعنوان المشتري والشركة هادي بتورد للمشتري هذا الكلام هذا هنشوفه ان شاء الله في اللي هو في يعني في اللي هو في شربتر ثلاثة لكن في كتير زي ما اقول لكم الان انت برضا في هذا المساق حاول انه ايضا انت تستفيد من هذا المساق وديتفتح لموضوع التجارة الالكترونية خاصة دروب شوبينج الان في كتير ناس يعني انت بكرة ممكن تعمل موقع لك وتصير تبيع اه في المتجر الموجود عندك اه لو بجينا هنا للديجرام هذا نوضح اه التعامل احنا في عندنا زي ما شفنا في الموديل في عندنا بيزنس في عندنا امبليي في عندنا كونزيومرز في عندنا جوفرمنت فالان الديجرام هذا ممكن اوضح لك اه اكثر اه كيف عملية اللي هو اه هذه الانواع من الموديل فاذا كنت بتحكي عن بيزنس زي ما انت شايف هنا فبي تو بي في بيزنس فانت بتحكي عن شركات هاي زي ما انت شايف بين نفسها فشركة بين شركة فهذا писنس ايس تو بيزنس طيب لو كنت انت بتحكي عن شركة داخلية وفيها طبعا زي ما قولنا احنا فانت بتحكي عن مين الانترا بيزنس هاي زي ما انت شايف طيب لو كنت انت بتحكي عن آآ بيزنس بيزنس ممكن يكون في شركة طبعا انت الآن احنا صنفنا بعض التصنيفات لكن لو احنا في عندنا صنف جديد. مسلا احنا ما زكرناش بزنس هل هذا الكلام احنا مش نقدرش نقول انه فيه نوع من الانواع. ممكن. اليوم ممكن تكون فيه شركة. اه مسلا على مستوى البلد بتقول لك انا زي ما انتم بتعرفوا الوقت كانت في عنا شركات او في عنا ما يعرف ب اللي هو التعاونيات. واللي هما دائما كانوا يعني يستهد في الموظفين اه بنحيس انه هم عارفين ان هم هالموظفين هدول انهم دخل سابت وشهريا وبيقدمونهم تسهيلات وبيقدمونهم. فهذا ايضا ممكن يكون في عندك بزنس او يكون في عندك صورة من صور الاي كوميرس بهذا البيئة بهذا الموديل. ايضا لو انت بتحكي عن الكونزيومر الان شفنا الـ سي تو سي او الكونزيومر توكونزيومر انت اليوم زي ما شفت قلت لك اللي في عندك موقع اللي بي هو هده مسلا مطوع وسيق بين الكونزيومر لكن هل ممكن يكون فيه عندي انا اه جافرمينت توكونزيومر طبعا وحاش شفناها زي مسلا قلنا اللي هو اه تجديد الرخصة القيادة صح وليلا طيب هل في عنا احنا جافرمنت توكافرمنت؟ طبعا في عندك جافرمنت توكافرمنت زي ايش مسلا جافرمنت توكافرمنت؟ اليوم انت مثلا على سبيل المثال في اليوم مثلا في الحكومة الواحدة بتكون في عندك عدة وزارات وعدة هيئات وعدة مؤسسات اليوم ممكن تكون في عندك زي مثلا عندنا اليوم هنا مثلا انت تقريبا نشبه عشان نفهم اليوم في عندنا مثلا وزارة اللي هو الاتصالات الان وزارة الاتصالات اليوم يعني عاملة لمجموعة من السوفتوير والأبليكيشن اللي هي من خلالها الوزارات الاخرى والمؤسسات الاخرى بتستفيد من هادي اي كوميرس او هادي اي بيزنس فهذا مثال عليها طيب اي جافرمنت لو جينا بهذا الاتجاه جافرمنت تو بيزنس ايضا زي ما قلنا كيف في عملية انه تجديد مثلا الحرف تزنيد الضرائب فحص مثلا عملية او طلب اللي هو انه تقدم تسهيلات له هذولا البيزنس بحيث انه هم طبعا بتعرف انت لو الشركات يكون في عندها تسهيلات من الحكومة بتسهل ايضا على المواطنين وهكذا من هذا الشغل او من هذا الوجه من اوجه الاتجارة الالكترونية وبالعكس ايضا بيزنس توقوفرمنت اليوم مثلا على سبيل مثال الحكومة اليوم بيجي بيقولك انا بحاجة مثلا الى اه توريد اه نوع نوع معين من الاغذية الاغطية اللي مش عارف ايش بدهم يقل فبيجي بيجي بيزنس وبيقدم عروض لهذه الحكومة وبقولهم طبعا كل هذي الامور احنا اليوم اي كوميرس اي بيزنس يعني اليوم كله هذي الشغل كله بتم من خلال الاي كوميرس وهذي اللي كلها يعني الصور اه من هذا الايش من هذي اللي احنا اتطرقنا الها اه هذا بخصوص انواع او او الكاتجوريز او الكلاسيفيكيشن او التصنيفات او اه اللي هو واللي احنا قلنا انها بتعتمد في زي ما انت شفت في تصنيفها على العلاقة على الترانز اكشن على الريليشنشيب بتوين اللي هو الطرفين او اللي بكونوا موجودين بين هذا الايش الاي كوميرس الان في موضوع يعني اه يعني بتكلم عن اللي هو اه يعني يعني هو منفصل يعني اه عن الموديلز لكن هو بيحكي عن الهيستوري تبع الاي كوميرس طبعا انا اذا احنا بدنا ان نجيبه فاحنا احنا نستقنس بيه استقناس حتى نفهم يعني الاتجارة الالكترونية فهنا ذاكر عنا بعض اللي هو اه النقاط اللي احنا حنتقل نتطرق لهم اللي هو اول واحدة اللي هو الانتر اه ديسبليناري نيتشر اوف اي كوميرس واللي هي ايش التخصصات او ايش هي التخصصات اللي هي ممكن يعني تكون اه جزء او ضليعة في موضوع الاتجارة الالكترونية هل هي بس الناس تبعون الاي تي هم جماعة الاي كوميرس او الاي بيزنس او ممكن يكون في ناس اخرين طبعا اه هذا الكلام ايضا بدنا نحكي عن اه موضوع جوجل ريفليوشن او هي الثورة اللي قامت فيها جوجل بحيث انه احنا ايضا نتعرف على اه يعني اه هذه الثورة اللي قامت فيها اه جوجل في موضوع الاي كوميرس بعدين في عندها طالما انك بتحكي عن تاريخ الاي كوميرس فانت بتحكي ايضا عن قصص نجاح وقصص اه يعني فشل في اه هذا الكلام فعنا هنا اه في موضوع اللي هو اه يعني الاختصاصات اللي هي اللي ممكن انت يعني تتعامل مع اللي هو البزنس الاكاونتينج المحاسبة اه القانون علوم الكمبيوتر الناس العاديين الاقتصاديين اه الانجينيرنج المهندسين المانجمنت الانفورميشن سيستم التسويق السياسات العامة كذلك اللي عندنا هنا الرجل الالي ممكن يتدخل فيه كل هذي التخصصات هي تخصصات ضليعة وشريكة في اللي هو التجارة الالكترونية من ناحية سواء كانت التعامل معها من ناحية الانفراستركشر لهذه المفهوم ولهذه التجارة فهو مفهوم كبير ومفهوم يتدخل فيه شغلات كثيرة وصار اكد وصار اهم او صار يعني له قيمته في الوقت الحالي اللي احنا منتعامل معاه او في هذا الزمن اللي احنا لانه صار عملية التجارة الالكترونية يعني اخر الاحصائية تقريبا ستة بوينت فايف اه التريليون اه دولارز اه يعني كان اخر سنة في عنده التبادل في ام موضوع التجارة الالكترونية فالموضوع صار يعني مهم وصار له قيمته ولازم احنا نعرف انه كل هذولة المجالات بتدخلوا في موضوع اللي هو فمسلا المحاسبة دك تحاسب القانون بدك يكون في عندك وجوه قانونية علوم الكمبيوتر بدهم يتدخلوا في موضوع الشبكات والبرمجة وغيرها اهل الاقتصاد بدهم يشكوا ذلك الانجينيني وهكذا من كل هذي المواضيع او هذي التخصصات اللي موجودة عنا النقطة الثانية اللي هي موضوع الجوجل ريفليوشن طبعا اه يعني الاي كوميرس يعني كان لها تأثير او يعني اه يعني كان لها تأثير اه او متأثرة او الشركات اللي زي ما بقولوها طالع على الوجه اللي هي الامازون والاي بي والاوال وياهو وغيرها لحتى تقريبا عندنا الالفين وواحد اه يعني بدأت جوجل بتنافس وحتى يعني تنافس قوي في موضوع التجارة الالكترونية واصبع عندها مجموعة بتتعامل مع التجارة الالكترونية وسمتها تحت الفا بيت وكان هذا في الالفين وستعش وبعدين الالفا بتاء هذي بتتكون من مجموعة من الشركات زي اللي هي جوجل ونيتس وجوجل كابيتل وفايبر وغيرها من الشركات كل هذي الشركات بتتعامل او هي اه احد او اللي هي الشركات اللي بتتعامل مع اي كوميرس فاللي حابب يكون في عنده او يطلع على هذي الشركات احنا مش هنطلب منكم احنا هذا تاريخ وهذا يعني لكن حتى نكون يعني احنا منتعامل بشكل يعني اكاديمي صحيح لازم انت تذكر بدايتها وحتى الكتاب يعني ذاكر هذا الكلام اه موجود اه عندك فمثلا في صفحة اطناعش عندك ممكن انت تقرأ هذا الكلام مش ه يعني مش ه انا اتطرق له انه بقول لك يعني في عندك كان في يعني بداية الثورة او في بداية الالف وتسعمية وسبعين وكان هي عبارة عن تبادل اموال بداية التجارة الالكترونية كان هو عبارة عن اموال بين وحتى بشكل الكتروني بشكل بسيط بعدين تمت يعني فدخ وبعدين دخل موضوع اللي هو التبادل الالكتروني ومن ناحية الاموال ومن ناحية يعني التجارة القليلة ثم بعد ذلك اجت في مثلا يعني اجت موضوع في الولايات المتحدة كان في بعض المستخدمين والباحثين بدأوا باستخدام في وضع اعلانات وفي وضع يعني شغلات ممكن اتجيء يعني يستخلوا الانترنت من خلال وضع بعض الاعلانات ثم انتقلوا بعد ذلك في التسعينات الى موضوع الويب وكيف الويب مثلا ممكن انا اتعامل معاه وابيع واشتري فهذا التاريخ كله موجود عندك في صفحة 12 فممكن انت ترجع له مش هطالبك انا فيه لكن اه يعني اللي هو اه هذا المفهوم او هذا التاريخ اه يعني ممكن انت ترجع له في اي اه مجال انت بتحبه الان حنتوقف عند هذه النقطة ان شاء الله يعني نكملها في المحاضرة الجاية وبارك الله فيكم يعطيكم اشتركوا في القناة